موسيقى بيان لدول الداعية نمو كافحة الارهاب بشأن وثائق الاتفاق مع قطر موسيقى في خطاب النصر رئيس الوزراء العراقي يعلن دحر داعش واستعادة السيطرة على الموصل موسيقى وفي اليمن وباء الكوليرا خارج السيطرة موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن الخليجي إذ أكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي أن أن لاتفاق الرياض في سنة 2013 والاتفاق التكملي لسنة 2014 تؤكد بما لا يدع مجال للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل بما تعهدت به وفي بين المشترك شددت الدول الأربع على أن المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت للحكومة القطرية مؤخرا كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة باتفاق الرياض وألياته والاتفاق التكملي وأنها متوافقة تماما مع روح ما تفق عليه وإلى البحرين حيث اعتقلت قوات الأمن البحرينية أحد منفذي تبجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز الشهر الماضي وأدى إلى قتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين بجروح وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنها تمكنت من تحديد هويات المشتبه بهم والكشف عن ملابسات الهجوم مؤكدة أن المجموعة الإرهابية عملت تحت إشراف وتمويل شخصية هاربة إلى إيران ومتورطة في تشكيل خلايا إرهابية خططت لتنفيذ جرائم في البلاد إلى العراق حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم داعش في مدينة الموصل من غرفة عمليات جهاز مكافحة الإرهاب مؤكدا أن النصر تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقية هنا من قلب الموصل الحرة المحررة بتضحيات العراقيين من كل المحافظات نعلن النصر المؤذر لجميع العراق والعراقيين هذا العيد الكبير الذي توج انتصارات المقاتلين وانتصارات العراقيين على مدى ثلاث سنوات بوحدتنا وبصفنا الموحد قاتلنا الدواعش على مدى هذه السنين وحققنا هذه الانتصارات وكد العبادي أن أمام العراقيين الآن مهمة تطهير خلايا داعش الإرهابي المتبقية وهي عملية تحتاج إلى جهد استخباراتي وأمني وفق تعبيره مؤكدا أن النصر العراقي الكبير صنعه المقاتلون الأبطال والشهداء والجرحى أمامنا أيضا مهمة أخرى مهمة الاستقرار ومهمة البناء ومهمة تطهير خلايا داعش وهذا عمل يحتاج إلى جهد استخباري وجهد أمني وإلى وحدة الكلمة ووحدة الصف كما توحدنا في قتال داعش والقضاء على داعش علينا أن نتوحد في إعادة الاستقرار لهذه المناطق وعودة النازحين وتقديم الخدمات وإعمار جميع المناطق التي حررناها ومع وصول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مدينة الموصل لإلقاء خطاب النصر وإعلان تحرير المدينة من احتلال داعش ينشغل كثير من المراقبين في العراق وغيره بمستقبل التنظيم الذي احتل مناطق كبيرة في العراق وسوريا لفترة طويلة فما هو مصير مقاتلي داعش بعد هزيمتهم في الموصل؟ نتابع سبعة آلاف مقاتل من داعش في الموصل وضعفهم كانوا في محيطها هذه الحصيلة التي تحدث عنها رئيس البرلمان العراقي السابق أسما النجيفي في أكتوبر الماضي قبل بدء عملية تحرير الموصل والتي بلغت مع إعلان تحرير المدينة بضعة مئات وقيل أنهم عشرات مصير هؤلاء المقاتلين أي كان عددهم يشغل المراقبين إذ يرى هؤلاء المراقبون أن التنظيم ربما يعاني في المرحلة الحالية من تعرض وجوده للخطر في ظل الهزائم المتتالية التي يمني بها على مدار الأشهر الماضية وأنه ربما سيجهد للحفاظ على بقائه بعد أن كان يتحدث في مرحلة سابقة عن فكرة التمدد وتتراوح السيناريوهات المتوقعة لمستقبل داعش وفق المراقبين بين تسرب أفراده وانتقالهم إلى مناطق عراقية أخرى مكونين جيوبا جديدة أو الانتقال إلى الأراضي السورية حيث ما يزال التنظيم يحتل مناطق شاسعة على الحدود بين البلدين وبجانب ذلك يطرح المراقبون احتمالات عودة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم إلى بلدانهم الأصلية التي قدموا منها حيث تزيد المخاوف في ظل هذا الاحتمال من تحول هؤلاء إلى ما يعرف بالذئاب المنفردة الذين يقومون بشن هجمات منفردة لكنها توقع العديد من الضحايا لكن الاحتمال الأقوى يتمثل في انتقال مقاتلي داعش الفارين من العراق ومن سوريا في حالة حسم معركة الرقة إلى مناطق صحراوية شاسعة في دول تشهد نزاعات داخلية منها أفغانستان وليبيا حتى وإن لم يتمكن من الإعلان مجدداً عما يسميه دولة الخلافة كما كان في السابق أي خلال احتلاله لمناطق واسعة في العراق وسوريا وكثيرون يلاحظون التواجد المتزايد للتنظيم في منطقة سيناء المصرية وأيضاً على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا ومهما كان مصير هؤلاء المقاتلين يتفق المراقبون على أن التنظيم بدأ يتفتت وإعلان نهايته بات مسألة وقت لا أكثر وما انتحررت مدينة الموصل من احتلال داعش حتى تكشفت أسرار هذا التنظيم واتضحت الأساليب التي كان يتخذها محاولاً تم سهوية الموصل من خلال تدمير كبرى معالمها التاريخية كنيسة الساعة واحدة من الشواخص العريقة في هذه المدينة التي كان قادة داعش يجتمعون فيها لقيادة عملياتهم من منطقة الموصل القديمة مراسلنا ويسام يوسف والتفاصيل إنها واحدة من أبرز معالم الموصل القديمة بعد جامع النور الكبير إنها كنيسة الساعة في المنطقة التي تحمل اسمها الذي أطلقه عليها أهالي الموصل حيث كانت أبراجها تحمل ساعة كبيرة أحدها الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث سنة 1882 للكنيسة ومثل ما تلاحظ أمامك كنيسة الساعة قريبة تم تحريرها من قبل أبطال الشرطة التهادية مقاتل داعش كانوا يتخذون من هذه الكنيسة أحد أهم مراكز قيادتهم لمعركة الموصل القديمة حيث كان يتمركز فيها عدد من قياداتهم لكنهم تركوها قبل أن تقترب القوات العراقية لتحريرها هذه دولة الخراب دولة الدمار يعني لا المسلم سلم منهم لا المسيحي لا أي دين بالعالم شين دينكم أنتم؟ قلونا شين دينكم حتى نعرف شين أنتم أصلاً ذولة ابن عم مو بشر ولا وضد الإنسانية وما سوى ما سوت كل المجازر العالم مثل ما سموهم مثل ما سووهم ودوا عشر أنظار هذه الفتحة أسفل الكنيسة تؤدي إلى السلداب الذي ما زال مفخخاً ولم نتمكن من النزول إليه حيث توجد فيه بقايا أقدم مطبعة دخلت العراق سنة 1857 وهي مطبعة حجرية كانت تطبع فيها مختلف الصحف وأوعيد ترميمها بعد أن تعرضت للتدمير في عهد العثمانيين سنة 1914 المناطق التي تواجد بها دمار تام أجل مهمتها التخريب تخريب البلد استغلوا ضعفاء النفوس وسيطروا على الوضعية بهذه المحافظات ومثل ما أشوف دمار هدم تهجير كنيسة الساعة وجامع النور الكبير الذي يبعد عنها عشرات الأمتار فقط كان لمئات السنين شاهدين على تاريخ الموصل الاجتماعي والثقافي وحاول داعش من خلال تدميرهما تمس هوية المدينة التي عادت اليوم مع تحريرهما من قبضته في طار تحقيق أهدافها التي انطلق من أجلها بدأ مركز صواب حملته الجديدة للكشف عن خديعة تنظيم داعش الذي يغرر بالشباب لاقتيادهم إلى ساحات القتال والتطرف التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميلة ديمان جمال تتزامن الحملة الجديدة لمركز صواب وهو مبادرة إماراتية أمريكية مشتركة لمكافحة دعايات وأفكار داعش والجماعات الإرهابية الأخرى عبر الإنترنت مع احتفاله بمرور عامين على انطلاقته إذ أطلق منذ تدشينه وحتى اليوم حملات توعية مضادة لتجنيد واستقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ففي حملاته المضادة لاستقطاب الشباب يحاضر مركز صواب من خطر محاولات التنظيم الإرهابي لتجنيد الشباب عبر الإنترنت داعيا إلى التصدي لهذه المحاولات المغرضة بتوعية أفراد المجتمع بأن هناك من يتعقب الشباب ويفرغ وقته وجهده لإغوائهم حتى يكون من أتباع الضلال نبه المركز في تغريدات بثها عبر حسابه على موقع تويتر إلى أهمية إدراك أن الإنترنت سلاح ذو حدين وأن التنظيمات الإرهابية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبث سمومها لافتا إلى أن هناك ست خطوات لحماية الأطفال من تأثير أكاذيب أتباع داعش أهمها مراقبة سلوك الأبناء وأفكارهم عن طريق الحوار اليومي وأن يكون الآباء قدوة صالحة وأن يعمل الأب على مساعدة ابنه لفهم الفرق بين التعاليم الدينية الصحيحة والفهم المغلوط وأن يجعل ابنه صديقه وأن يرسخ فيه فكرة قبول الآخر وثقافة التسامح والتعايش ولا يجعله فريسة سهلة للمتطرفين على الإنترنت أكد صواب أهمية تربية الجيل الجديد على قيم التسامح والعفو للحد من انتشار التطرف محاضرا من أن داعش يسعى إلى خلق الشخصية المعادية للمجتمع من خلال تجنيد الأطفال المغرر بهم يشدد المركز على أهمية زيادة الوعي لدى الأفراد داعي النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في جهود وقف دعاية التنظيم الإرهابي من خلال التحذير منها والتبليغ عن أي حسابات مشبوهة يعمل المركز على تحفيز وتكوين شبكة من أتباعه على الشبكة العنكبوتية ممن يعارضون العنف ويدعمون التعايش السلمي بين الأفراد والعيش في مجتمعات شاملة تقوم على تقبل الآخر واحترامه والتعايش السلمي أحييكم من جديد في الشأن السوري قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديبستورا إن وقف إطلاق النار في سوريا صامد حتى الآن منذ دهول حيز التنفيذ منذ يوم الأحد الماضي وضاف ديبستورا أن قصف التصعيد أن وقف التصعيد الأمني في غرب سوريا قد يكون مرحلة على طريق هدنة على مستوى البلاد لكنه أوضح أن الاتفاقيات المتعلقة بخفض التوتر والتصعيد مؤقتة من جديد تجتمع أطراف الأزمة السورية في جنيف ضمن جولة سابعة برعاية أممية وأمال ضئيلة تخيم على كلا الطرفين في إمكانية تحقيق تقدم ملموس وعاجل لإنهاء الأزمة السورية المستمرة طيلة أكثر من ست سنوات جولة من المفاوضات تأتي غدا تبدء سريان وقف إطلاق النار في ثلاث محافظات جنوب سوريا عملا باتفاق روسي أمريكي أردني استند إلى مذكرة أقرت في اجتماعات أستانا في آيار مايو الماضي وهي مناطق خفض التصعيد ومن المقرر أن يستكمل السوريون بحث أربع قضايا أساسية في التسوية هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب تزامنا مع اجتماعات تقنية ستتناول مسائل قانونية ودستورية مفاوضات السوريين في جولة جنيف السادسة والتي اختتمت في التاسع عشر من آيار مايو لم تثمر أي تقدم يذكر على مسار التسوية إذ أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا في إحاطة رفعها إلى مجلس الأمن في أعقاب هذه المفاوضات بوجود هوة عميقة بين الطرفين حيال القضايا الأساسية معتبرا أن ضيق الوقت ألغى جميع فرص التقدم في اتجاه التسوية وفي الحديث عن الوقت في ندي مستورا منح من الوقت ما لم يمنح لسلفه الأخضر الإبراهيمي ومن قبله ما كفي عنان مصير بشار الأسد لا يزال بحسب المعارضة العقبة الوحيدة على طريق التسوية حيث يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات على مطلب رحيله قبل بدء العملية الانتقالية الأمر الذي يرفضه النظام جملة وتفصيلا باعتبار أن مصير الأسد يتقرر عبر صناديق الاقتراع ست جولات في جينيف وخمس جولات أخرى في أستانا لم تتمكن جميعها من الوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الصراع الدائر منذ ست سنوات لقي خلالها أكثر من ثلاثمائة وعشرين ألف شخص مصرعهم لكن على الأقل نجحت أستانا في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض أهمها خفض التصعيد في مناطق سورية عدة لكن في جينيف نقاط الخلاف لا تزال عالقة فهل تنجح الجولة السابعة في تحقيق أي تقدم يذكر؟ ميدانيا أحرز الجيش الحر تقدما في البادية السورية باستعادته السيطرة على منطقة أم رم رم بعد اشتباكات أسفرت عن قتل العشرات من قوات الأسد والميليشيات الموالية لها مصادر في الجيش الحر أكدت تدمير دبابتين وعدد من المدرعات التابعة لقوات الأسد وإرغامها على الانسحاب إلى منطقة مكحول في غضون ذلك قصفت الطائرات الروسية مواقع فسائل المعارضة في البادية وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية إلى ذلك أفاد ناشطون سوريون أن مدنيين جرحوا ليلة الأحد الماضي جرأ قصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة شرقي مدينة درعا جنوب سوريا في خرق لاتفاق تخفيف التصعيد الذي وقعت عليه روسيا وأمريكا في محافظات جنوب البلاد خرق جديد لاتفاق تخفيف التصعيد الذي وقعت عليه روسيا وأمريكا في محافظات الجنوب السوري تمثل في قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة سيدا شرقي درعا جنوب سوريا ناشطون سوريون أفادوا بأن قوات النظام المتمركزة في مطار الثعلة العسكري غرب السويدا قصفت بصواريخ وقذائف المدفعية بلدة سيدا شرقي درعا معدى إلى جرح مدنيين تم نقلهم إلى نقاط طبية قريبة قوات الأسد بدأت بخرق الاتفاق في محافظة القونتيرا عند تمام الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي من خلال استهداف بلدة الحميدية بالرشاشات الثقيلة وبلدة أوفانيا بقذائف المدفعية شمال المدينة كما قصفت قوات النظام المتمركزة في كتيبة البانوراما بقذائف المدفعية والصواريخ أحياء منطقة درعا البلد في المدينة قبل منتصف الليل مستهدفة بلدة نعيمة بقذائف المدفعية من أحد مقرتها في الكتيبة المهجورة قرى الأشرفية والهبيرية وبير العورة التي تسيطر عليها فصائل من الجيش الحر لم تسلم هي الأخرى من استهداف قوات الأسد بقذائف المدفعية من مطار خلخل العسكري عملية الخرق هذه لم تكن هي الأولى من نوعها من قبل نظام الأسد حيث سبق وان خرقت قوات الأسد هدنتين في المحافظات الجنوبية أعلنت عنهما نهاية حزيران الماضي ومنتصف الأسبوع الحالي استمرت الأولى 48 ساعة والثانية لخمسة أيام فقط كما يذكروا أن فصائل الجبهة الجنوبية العاملة في المحافظات الجنوبية سبقا وأنبررت عدم مشاركتها في محادثات استان الأخيرة بما قالت إنه استمرار من قوات النظام بحملتها على المنطقة لم تلبث عمليات درع الفرات أن تنجح في طرد أفراد داعش من ريف حلب الشمالي حتى بدأت الحياة تعود إليها بعد انقطاع دام شهورا طوال خلال فترة احتلال التنظيم للمنطقة ما لبثت عمليات درع الفرات تنجح في طرد تنظيم داعش من شوارع مدينة الباب بريف حلب الشمالي حتى عاد صخب الحياة إليها بعد انقطاع دام شهور طوال على من عايش فترة سيطرة التنظيم على المدينة أصحاب المحال التجارية وجدوا فرصة التحرير مواتية للعودة إلى أعمالهم رغم ضاف بعض الخدمات المقدمة في الباب وعلى رأسها الماء والكهرباء وضع المياه الحمد لله يعني مقبول بس يعني مياه اللي في الباب هون في مدينة الباب غير صالح للشرب فعم نضطر نشتري صهاريج من برات الباب نتمنى أنه يجيبونا المي وضع الكهرباء كمان يعني وضع الكهرباء صعي أنه تحسن شوية عن أيام داعش بس لسه غالية يعني وما في كهرباء نظامية منطرين أن نشتري مولدات ونشترك بأمبيرات أزمة المياه في الباب تعود إلى قلة مصادره في المدينة وتوقف الضخي من محطة البابيري المصدر الأساسي له كونها تقع في مناطق سيطرة النظام الذي يسيطر أيضا على السدود المولدة للكهرباء وفي سعي من لجنة إعادة الاستقرار إلى حل الأزمات الخدمية في الباب قدمت محطة تنقية ومولدة في قطاع المياه حاليا كما تعلمون تعاني الباب من أزمة في مدينة المياه قدمنا محطة تنقية لجودة المياه كذلك مولدة من أجل تفعيل منهل مياه فيها وكذلك لاحظنا الأزمة الصحية في المدينة سنقوم في اليومين القادمين بتسليم المجلس المحلي في مدينة الباب سيارة إسعاف مجهزة بجميع معداتها كي يتمكن من تخديم الصحة في مدينته اللجنة عملت في المدينة منذ الأيام الأولى لتحريرها ومن أبرز إنجازاتها إزالة ركام من شوارع الباب وتقديم معدات النظافة وفرنين مع مصاريفهما للمجلس المحلي في المدينة كما تسعى إلى تسليم المجلس سيارة إسعاف مجهزة خلال الأيام القليلة القادمة أحييكم من جديد قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين إن أكثر من ثلاثمائة ألف يمنيين أصيبوا بمرض الكوليرا منذ تفشي الوباء قبل عشرة أسابيع في كارثة صحية تشتاح الدولة الفقيرة التي تعاني من الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي وعلى شفا مجاعة حرب أهلية انهيار اقتصادي وخطر مجاعة يخيم على الأهالي يكاد الشعب اليمني أن يفقد كل مستلزمات الحياة الطبيعية في ظل الصراع الدائر الذي قاد الأهالي إلى الفقر والأوبئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت الاثنين إن أكثر من ثلاثمائة ألف يمنيين أصيبوا بالكوليرا منذ تفشي الوباء قبل عشرة أسابيع في كارثة صحية تشتاح البلاد وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول السابع من يوليو تموز كانت هناك أكثر من مائتي ألف حالة إصابة ووفاة حينما بدأ أنها تتجه لبلوغ مستوى ثلاثمائة ألف حالة وقال متحدث بإسم المنظمة إن وزارة الصحة اليمنية لا تزال تحلل الأرقام والمناطق الأكثر تأثرا بالمرض هي تلك الواقعة في غرب البلاد التي تشهد قتالا عنيفا بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي والحوثيين المدعومين من إيران في الحرب الدائرة منذ نحو عامين وأسهمت الحرب بشكل كبير في تفشي المرض الذي ينتشر بسبب تلوث المياه والطعام بالفضلات ويتفشى في الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي انهيار الاقتصاد اليمني كان السبب الرئيس في عدم سداد رواتب 30 ألف من العاملين في الرعاية الصحية منذ أكثر من عشرة أشهر لذا تصرف لهم الأمم المتحدة مكافآت للعمل في حملة طوارئ لمكافحة الكوليرا نتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الويام التي نقرأ منها تعرف على أول ساعة ذكية ذاتية الشحن في العالم طورت شركة ناشئة سويسرية ساعة ذكية تنهجينة أطلقت عليها اسم سيكوينت تعتمد على مبدأ الحركة التلقائية للساعات التقليدية لإنشاء نظام طاقة حركي وهي تستخدم نظام شحن ذاتي لبطارياتها يعمل على إمدادها بالطاقة طالما كان المستخدم يتحرك وإلى صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين التي اخترنا منها لكم نظارة واقع افتراضي جديدة من سامسونج جاء في تفاصيل الخبر كشفت الشركة المتخصصة في مجال الواقع الافتراضي فيجي والكامب عن نموذج أولي لنظارة واقع افتراضي مستقلة تعمل عليها شركة سامسونج حاليا تتميز النظارة الجديدة بأنها تدعم ميزة تتبع تحديق العين فضلا عن دعم تتبع حركة اليدين والتعرف إلى تعبيرات الوجه واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية تقنية تتيح للكمبيوتر قراءة لغة الجسد ابتكر باحثون تقنية جديدة تتيح للكمبيوتر فهم إشارات وحركات جسم الإنسان بعد تسجيلها على مقطع مصور في خطوة تفتح الباب على مسرعيه أمام نهج جديد للتفاعل بين البشر والآلات وتتيح التقنية الجديدة إمكانية رصد إشارات مجموعة من البشر باستخدام كاميرا واحدة وجهاز كمبيوتر محمول صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها هاتف محمول لا يحتاج إلى بطارية طور باحثون أولى نموذج لهاتف محمول لا يتطلب بطارية لتشغيله كما تمكنوا من إجراء أول مكالمة خلوية من الهاتف المحمول دون وجود بطارية على الإطلاق يعمل هذا الهاتف النموذجي الذي بني مع مكونات جاهزة عبر مزيج من الطاقة اللاسكية وشواحن الطاقة الشمسية الصغيرة ختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية وأبل تطرح هاتف آيفون 8 بأربعة ألوان مختلفة كشفت شائعة جديدة أن شركة أبل بصدد طرح هاتف آيفون 8 بأربعة ألوان مختلفة واحدة منها سوف تكون جديدة وفق معلومات كشفها أحد أشهر المسربين للأخبار المتعلقة بهواتف أبل فإن أحد الألوان الجديدة سيكون أشبه بمرأة تعكس الألوان الأخرى نعود إلى أخبارنا مشاهدين وإلى السعودية تحديدا حيث نالت شركة أرامكو موافقة الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية جديدة في السعودية تحت اسم مدينة الطاقة الصناعية مع سعي المملكة لتوسيع قاعدتها الصناعية على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في أخبارنا الرياضية قدم ريال مدريد لاعبه الثاني لهذا الموسم الفرنسي ثيو هرنندز الذي تعقد معه من أتلاتيكو مدريد بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده وسيكون هرنندز البديل الأفضل للظهير الإيسر مارسيلو الذي عانى طوال سنوات عديدة من غياب بديل الله افتتح في العاصمة اليابانية توكيو معرضا لألاف أسماك الزينة والمخلوقات البحرية الأخرى يضم معرض هذه السنة المئات من مختلف أنواع الأسماك الذهبية التي تسبح في أحواض مضاءة بمصابيح ذات أحجام وألوان مختلفة وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين بيان للدول الداعية لمكافحة الإرهاب بشأن وثائق الاتفاق مع قطر في خطاب النصر رئيس الوزراء العراقي يعلن دحر داعش واستعادة السيطرة على الموصل وفي اليمن وباء الكوليرا خارج السيطرة بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشراتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في موجات الأنباء دائما كونوا معكم اشتركوا في القناة